السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد حبيب طلاب الفرقة التانية دكتور خالد شغي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البروت دريجون والستركشارز الموجودة فيها البروت دريجون سموها بروت دريجون نسبة للبروت الساليفر جلاند الموجودة في المنطقة دي البروت الساليفر جلاند موجودة في الاسبيس ده بنسميه ريترو ماندوبولر اسبيس لأنه خلف الماندبل عشان كده بنسميه ريترو ماندوبولر اسبيس اول ما بشيل الجلد على طول ما بلاقي العضلة دي بلاقي العضلة لتحت الجلد دي وفوق البروتة ساليفر جلاند اللي هي باينة معايا ديت دي اسمها باريتود أوريكولاريز مصل او انفيريور أوريكولار مصل دي بتبقى جاية من الكونيكال كارتريش بتاع الاير وبتنتهي على السطح بتاع البروتة ساليفر جلاند وبتعمل ديبريشان او بتنزل الودان اللي تحت خلاص لما بشيل كده البروتة ساليفر جلاند بالطبع فى البروتودوريكيلور مصل بلاقي الكارتليج نصدر القارب كبير ذا هو الكونيكال كارتليج التع estabil السابقوط three المنفوط logي التعيد على مؤسسة اللى احنا قوي النمار دا مدية الباروتت ساليفاري جلاند كلها بتبقى زي ما احنا شايفين مربعة او مستطيلة في الاوتلاين بتاعها لها اربع بوردر الدورسل وفينترال وروسترال وكودال لها تسيرفس اللاترال اللي بره والميدال اللي جواه الدورسل بوردر لفوق بتبقى رلاتد للبيز اوف زائر الـ ventral border بتبقى related to the lingual facial vein الـ lingual facial vein كل ده كده الـ lingual facial vein الـ ruistral border related to the code part of the mandible مع المسيطر muscle الـ code border بتبقى related to the complexus muscle والـ oblicus capitis muscle طيب بيبقى ماشي على lateral surface بتاع باروتر سيلفر جلاند في نير فهو بسمين رمس كولاي بيبقى ماشي ما بين البروتر سيلفر جلاند وما بين العضلة البروتر دي أوريكولاريز اما بشيلها بلاقي النيرف ده مباشرة ماشي معايا اللي هو رقم سبعة هنشوفه دلوقتي من جوه وبلاقي فيه نيرف تاني ماشي معايا على الكودة البوردر اسمه ده بيتحد مع ومع الرمس ومع ده جا من تمام؟ طيب هابدأ دلوقتي اشيل كل الفصوص بتاعة البروتر سيلفر جلاند دي عشان خاطر اشوف اللي تحتها عشان اشوف اللي تحتها البروتر سيلفر جلاند دي ده واحدة من الميجور سيلفر جلاند اللي موجودة في الحيوان وليها داكت الداكت دي اسمها بروتر داكت تطلع مع الفيش الارتر وفيش الفين وتنتهي فين عند زي ما قلنا في البروتر بابيلا عند مستوى سيرد شيك توس وهنشوفها في اللاترال سيرفس ان شاء الله خلاص؟ ده شلت انا كل البروتر سيلفر جلاند لقيت ايه بقى؟ بلاقي فيه فين بلاقي فيه ارتري بلاقي فيه نيرف بلاقي فيه عضلات وبلاقي فيه مندوبولر سيرفر جلاند يبقى اول ما شلتاها قادة السيفر جلاند اللي تحت دي اللي بتبقى شبه المينجل دي اسمها مندوبولر سيفر جلاند واحدة من الميجور برضو بس عشان يشوفها لازم في الحصان اشيل البروتر سيفر جلاند لانها بتغطيها توتالي يبقى اللي تحت دي اللي هي مندوبولر سيفر جلاند كل دي كده تمام؟ طيب ايه العضلات اللي بلاقيها معايا؟ عندما تتجاب عندما، هو الجدب المسل grieving وهو المسلس الذي يسمى لنقل يمره لم تخش منه الستيرنس فاليكاس ده بلاقيه SL and Lux bud في بورج سترايانجل. طيب العضلات اللي موجودة تاني غير في العضلة اللي مشي بالميل ديات وبليك اللي دي اسمها او جاجولو مندوبولاريز. او جاجولو مندوبولاريز دي جاي من براماستويد او الجاجولار بروسس وبتنتهي برضو في الكودة او انجل بتاعة الماندوبول وبتفتح البقفة بتساعد فيه هي عضلة من عضلات المستكيشن. تمام العضلة طبعا اللي قدام ديات على طول دي المسيطر مصل موجودة على المسيطر سيرفس بتاع الماندوبول وهي عضلة قوية بواحدة من عضلات المستكيشن برضو. تمام كده? يبقى فيه الاورجين ده بتاع استرنسفاليك فيه الاكسيبتا او الجاجولو مندوبولاريز فيه المسيطر مصل وفيه تومبراليز مصل فوق ومنساش الباريتو ديروكولاريز دي اللي كانت برا. يبقى كل دي اللي كانت على الميديال سيرفس. طيب الفين اللي قدامي ده ده اللي هو اسمه المجزيلاري فين. ده المجزيلاري فين اللي هو بيتحد مع اللي بيتحد مع اللي زي ما قلنا عشان يعمل لي كل ده الجاجولار فين ماشي في الجاجولار جروف ما بين الاستيرنسفاليك كل براكسفاليك الجاجولار فين ده بتجمع ما بين مين ومين. ايه اللي عامله? المسلس دوت اللي مع المجزيلاري. والمسلس ده اللي بيبقى فيه بتاع البروت السليفري جلاندي. بقى ده وهو ده المجزيلاري فين. المجزيلاري فين ده بيبقى جاي من جوه خالص من الدب من جوه. ادي الدب فيشيل. ده ممكن نقول عليه الفيرست بارت اوف مجزيلاري ونسمي ده السكند بارت اوف مجزيلاري. يبقى اللي جاي من جوه ده الفيرست بارت وده كله السكند بارت اوف مجزيلاري. ايه البرانشز او ايه تفرعات اللي بتفتح في السكند بارت اوف مكزلاري قلنا ها الينجو فشا الفين لن قدام طبعا اللي هو ده في نفسها فين بتفتح في السكن دي مكزلاري اللي هو ده بروتفين بروتفين وصاده من ناحية تانية ناحية الكودل ده الاكسيبيتال فين جاي من الاطلانتيك فصة الاكسيبيتال فين اطلع لفوق شوية بلاقي جاي من وورا الودان ده الكودل ايريكلر فين واخد بالي ان فيه واحد كمان رفاية هو اسمه كودل ايريكلر فين لاتنين دولار ده ممكن ديب وده سوبرفيشال كودر اوليكودر بيفتحه في السكند مكزيلاري. طيب الماسيتر لها فين برضو اهوت كبير اهوت بيفتح فيه اسمه ماسيتريك فين. ماشي مع الارتري بتاعه بنفس الاسم ماسيتريك ارتري. ده ماسيتريك فين. تمام كده? طيب. واطلع فوق شوية. بلاقي فيه ايه? بلاقي قولنا ده الفيرست بارتوف مكزيلاري جاي من جوة. الديب. وده بسميه السوبرفيشال سوبرفيشال. السوبرفيشال تنبرول ده زمانة شايف من اثنين. ده بسميه تارنسفيرس فيشيال. وده بسميه رسترال اوريكولار. جاي من السوربرال فيني اللي ماشي في تمبرال الميتس. تارنسفيرس فيشال لانه ماشي بالعرض كده. تارنسفيرس فيشيال فين ده بيبقى ماشي معاه ارتري بنفس الاسم ونيرفي بنفس الاسم. التالت اسمن convince train ف crowdedسم Is vain. وارتري نيرف. اللي هما van.blowing? تمام? هي ابدا التفروعات بتاع الزيطان الأوريكلار بينما تقرام ال الوضع 2 كودال อوريكلار دÍب وده سوبرفيشيال ده المسيطرج فين ده الباروتد فين وصدوم الناحية الثانية ده الاكسيبيتال فين وبعدين seven maczileen هيتحدي مع ال vinigv saccl equiv هيتحدي مع ال vinigv saccl طيب مجموعة البرانشز بتاع الارتري اللي هنا الارتري اللي هنا بيمشي اسمه external carotid artery بنفس الاسماء بتاعت الفين بلاقي اسماء بتاعت الارتري يعني ده هنا اسمه superfacial temporal artery ده superfacial temporal artery لانه ماشي مع مين مع superfacial temporal vein وزي ما الفين ده بيتقسم للtransferse facial roster ulicular كذلك الارتري هيتقسم هنا شايفين للtransferse facial artery اهو اللي ماشي مع الفين والنيرف بتوعه اللي هو ده ومع الرoster ulicular vein بيمشي الرoster ulicular artery اهو بيمشي ايه الرoster ulicular artery يا جماعة اهو يبقى ده خلاص كده الرoster ulicular وtransferse facial artery بيعملوا الاتنين مع بعض superfacial temporal artery اللي هو ده خلاص طالع من external carotid طالع من external carotid ايه كمان مع المستريك فين طالع مستريك ارتري اهوات ماشي مع المستريك ارتري طالع من external carotid ارتري ايه كمان مع الكودة ulicular vein ماشي معه الكودة ulicular artery اهو كودة ulicular artery كل دي تفرعات ل external carotid artery موجودة معي هنا طيب الباوتش اللي معي الرئيه ده ده الجاتر الباوتش ده الإيرساك باوتش بتاع الهورس بسميه الجاتر الباوتش مش موجودة الله في الحصان بيعد عليه بالعرض كده النيرف اللي انا شايفه معي ده النيرف ده اللي هو رقم سبعة cranial nerve بسميه الفيشيال نيرف بيبقى طالع من الستايلو مستويت فورامين من الاسكال وبيدين هنا خمسة تلاتة الفوق والاتنين اللي تحت وبعدين يكمل على المسيط المصل التلاتة اللي فوق فين هما ورا الودان ادي اول واحد اسمه كودة ulicular اللي في النص ده داخل في فورامين في الكونيكال كارتريش اسمه internal auricular قنع كودة ulicular كودة ulicular ماشي مع كودة ulicular ارتريwechsel وماشي مع كودة ulicular vein التلاتة مع بعض syndrome اللي يكون ده ده اسمه اوريكلو بالبيبرل لانه ما بين الاوركل وما بين البالبيبل هيا العين اوريكلو بيت diverل للي بيتسم لتمبرل ورسترالالوريكلار اليبل كذلك من النار . ! ، وراه على طول الرفيع ده ده اسمه دايجاستريك. الديجاستريك نيرف ده بيتغزيه للكودة البلي بتاع دايجاستريك مصل والأكسيبتوماندوبولاريز مصل. يبقى ما تشده كده بتلاقي ده الرمسكولاي وراه على طول الرفيع ده اسمه الديجاستريك نيرف. طيب قدام بقى بيدين الباكل برانش اللي هو ده. بيتقسم لدورسل باكل وفينترال باكل بيغزوا مجموعة المسلز الموجودة على الفيس. دورسل وفينترال باكل ودورسل بيتحد مع المجزيل اللي بتاع الانفراوربيتر في الاخر. خد بالك ان في نيرف هنا ملوش علاقة بالفيشل خالص. النيرف ده اسمه 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 ايه? اسمه ايه? ده واحد من اللي هو تبع من الرقم خمسة. ده بيديني هنا زي 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 بيتحد مع الفينترال باكل بتاع الفيشل. يبقى هو كله ده اسمه ايه? اسمه اوريكلو تيمبرال. تابع الماندبولار. تابع التريجي من النيرف. بيديني الترانسفيرسي فيشل نيرف. ماشي مع الارتري اخوه ماشي مع الفين اخوه وتحت بيديني فنترال برانش بيتحد مع الفنترال بتاع الباكل. يبقى احنا كده خلصنا كل اللي موجودة معنا هنا وفي الاخر ما فيش حاجة صعبة ولا فيش مستحيل فقط انها الارادة فاستعم بالله ولا تعجز ولان فيه كل الخير لك افرح بقدر الله وتفائل بالحياة تدرك كل ما تتمناه وابتسم ثم ابتسم وابتسم لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم ويكفي ان ابتسم لان ربي وربك هو الله. الى لقاء جديد السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة